بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي أهلا وسهلا فيكم دائما دكتور جريس الدوود أخصائي أمراض المفاصل والروماتيزم رحكينا اليوم عن أسباب هذه الألام وكثير من الأشخاص بعانوا منها منتفننا دائما الصحة والسلامة للجميع صباح لكير دكتور صباح لورد أهلا وسهلا أهلا بي أهلا وسهلا فيك دكتور صباح الخير هلأ خلينا نحكي بس إحنا بفصل الصيف يمكن الألام المفاصل أو الناس إحساسها فيها بتكون أقل من فصل الشتاء ولا ما إلو علاقة لا شك إنه الجو إلو دور يعني في أمراض المفاصل يعني في بعض الأمراض يعني البرد بزيتها يعني بيكون شدتها أكثر لكن في بعض الأمراض ولكن هذا ليس السبب الوحيد هو يزيد الأعراض يهيج الأعراض ولكن مش هو السبب وفي بعض الأمراض الأخرى الشمس ممكن تهيجها معاكسة أمراض المفاصل هي عالم كامل يعني بتلاقي فيها كل شيء البرد بزيد وشيء الشمس بزيد حلو دكتور بشكل عام بتخيل ما في شخص مننا ما عانى بفترة من فترات حياته حتى لو يوم من ألام مفاصل سواء ركب الكوع مناطق مختلفة وأعراض دائما مختلفة هل ممكن نحصر نحنا الأسباب أو الأعراض بشكل عام ولا لا هلأ الأسباب كثيرة ولكن ممكن نذكر أهم الأسباب فأكثر سبب يعني يراجع يؤدي إلى مشاكل بالمفاصل هو الإصابة تنكسية اللي بيسموها الناس التآكل اللي بتحدث نتيجة العمر المادة الغضروفية بيصير فيها اهتراف المفصل بتعب كثير فبيصير فيه ألام هاي اللي بيسميها الاحتكاك أو التآكل يعني هذا في ناس بيسموه زي الشيب مستحيل الإنسان يعيش وموت بدونه يعني هذا خمسين بالمئة من المراجعي عيادات الروماتزم بيكون هذا إحدى الأسباب نعم بيرافق هذا النوع من الأسباب بعض الأمراض الأخرى مثلا الألام الأوتار ألام الظهر ألام الرقبة الألام اللي بتترافق مع الأعمال يعني الألم بسبب العمل نعم هذا نوع من الأنواع ولكن في عنا أنواع بيصيب بسبب الفيروسات في نوع بيصيب بسبب الجراثيم في نوع بسبب الفطريات في بعض الأمراض اللي بتنسميها أمراض العظام الاستقلابية نعم يعني هذا مثلا بالضبط هذا في المادة الغضروفية بدأت تحتره نتيجة الاستعمال الطويل ويرافق هذا الكلام بعض الخراب اللي مرافق المفاصل اللي بتنسميها الإنروسف الدمج بالصورة بالجهة اليمنى نعم دكتور يعني لما حضرتك حكيت أنه لا مفر منه يعني فعلا أنه شخص مستحيل يعني أنه ما يتعرض لهذا يعني منقول الغالبية هي نسبة كبيرة من الناس لأنه تصور هذا المفصل مثلا بيظهر سبعين سنة هو بيشتغل وقديش احنا مستعمل هالمفصل إلا مع العمر يبدأ يصير فيه ضعف في المادة الغضروفية أو العظم اللي بتعطي أعراض هلها تسمى تنكسية غير التهابية وأنا حكيت وعي طبعا أمثل أخرى على الأربطة اللي موجودة بالركبة وكيف الركبة بتحافظ على نفسها أي خلل بيصير فيه جزء منها الركبة سواء بالأربطة بالغضريف بالعظم بالصبون يمكن سببنا ألم يعني ممكن هذا الخلل يكون سببه مثلا الارتطام السقوط طبعا السقوط إلي دور السقوط إلي دور الاستعمال الخاطئ إلي دور كيف الله خالقنا بالطريقة في بعض الأشياء بصير الهندسة تبعتنا مش متقن مية بالمية يعني مثلا الصبونة شكلها مش متقن أو البيت تبحها مش عميق أو الأربطة رخوة فممكن تسبب ألم من الأشياء غير اللي أنا حكيتها الجروب المهم من الأمراض اللي هو الجروب الأمراض المناعية اللي بتصيب بسبب خلل في جهاز المناعة جهاز المناعة يبدأ يختل عمله وبصير الجسم يهاجم نفسه وبالحالة هاي بسميه أوتو أميون ديسيز المشكلة في هاي الأمران هاي بصير كل العمار ولكن الأكثر انتشارا في العمار المتوسطة وانتو بتعرفوا العمار المتوسطة هاي عمار العمل عمار الإنتاج عمار الشباب يترافق لما واحد صغير بأول عمره المتوسطة يعني أربعين يعني لا 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 بين العشرين والخمسين هاي متوسطة متوسطة العمر يعني بتلاقي صبية عمرها عشرين سنة في بنتها يعني ترسل مستقبلها مثلا ممكن نصير معها خلل جهاز المناعة مثلا كمراض مثل مرض الذئب الحمراء على سبيل المثال كل هاي الأمراض نسميها أمراض المناعة الذاتية المجهولة السبب نعم نعم طب دكتور خلينا نحكي عشان ركز على موضوع العلاجات وكمان بحب أسمع من حضرتك عن موضوع الوقاية وخصوصا كيف لما نمارس التمرين الرياضية وتقوية العضلات اللي حوالين المفاصل أديش ممكن يطول من العمر أو يخفف من الأعراض يعني إحنا أول شيء إذا بنا نحكي عن الوقاية في كثير من الأمراض ليس نستهل فيها الوقاية وخاصة أمراض المناعة لأنه لحد الآن طب ما اكتشف سبب إلها ولكن المهم في عصرنا الحالي الوقاية الحقيقية أنا بحكي عنه قروب المناعي نعم أنه شخصه مبكرا لأنه إذا شخصنا المرض بطريقة مبكرة فهذا منتدخل بالإلاج بطريقة مبكرة وبالتالي منمنع أي خراب أو تشوهات ممكن ترافق هذا المرض وكيف بنشخصه بطريقة مبكرة لازم ننبه الأخوة المشاهدين أنه إذا كان الألم ليلي يحدث خلال الليل الألم بزيد بالراحة يترافق معه في الفترة الصباحية يبوس بالمفاصل مريض بصحة مفاصل ومتيبسة بده نصف ساعة بده ساعة ترجح المفاصل طبيعية لما ببدأ يتحرك ويشتغل بتخفها الأراض قد يرافق هاي الأراض إشي اسمها الأراضي السيستميك الأراضي العامة تعب عام ارتفاع بسيط بالحرارة فقدان للشهية كل هاي يجب أن تلفت الانتباه أنه المريض عنده التهاب مفاصل وراجع الطبيب بأسرع وقت هاي مثلاً مفصل الفخذ معه في جنبه مفصل اسمه المفصل الحرقف الفخذي وهذا المفصل يصاب في مجموعة من الأمراض اللي هي زي التهاب الفقار اللاسق والتهاب المفاصل الصدفي في هذا الالتهاب في هذا النوع من الإصابة بيكون المريض بعاني من ألم بأسفل الظهر أو منطقة الحوض الخلفية وتزداد فترة الليل وممكن تصح المريض بالليل كل هاي الأراضي اللي أنا بقاعد بركز عليها يجب أنها تلفت دكتور التورم تورم المفاصل تورم المفاصل الركب الكاحل حلو هذا سؤال رائع إنه التورم المفاصل يعني بدون مناقشة بإنه فيه التهاب في المفصل وهذا يحدث فيه أكثر مجموعة يحدث فيها الالتهاباتية المجموعة اللي نسميها الالتهابية اللي معظمها بتكون مناعية تورم المفصل يجب كمان إنها تكون علامة الالتفات وانتباه إنه المريض عنده مشكلة بالمفصل ويجب أن يواجه في النهاية دكتور نحب نعرف عن العلاجات العلاجات يا سيدنا احنا في عصر ذهبي من أصور العلاجات الروماتيزم باعتبار أنه احنا لحد سنة الألفين كل ما كنا يعني نمشي فيه أربع خمس أدوية نلعب فيهم نغير واحد إلى واحد الآن الألفين لهلا صار عندنا العشرات من الأدوية جديدة معظمها تسمى العلاجات البيولوجية فهذا عصر الزمن البيولوجي في أمراض الروماتيزم والعلاجات البيولوجية كنا نستخدم نوع نوعين ثلاثة الآن في أنواع كثيرة وكانت الأنواع تهاجم مثلا مادة معينة تؤدي إلى الالتهاب مثلا زي مادة اسمها الـ TNF لأن في عنا مواد كثيرة ممكن نهاجمها انترلوكين واحد انترلوكين سبعة سي دي عشرين أنواع كثيرة تؤدي إلى الالتهابات وبأشكال مختلفة وبطرق مختلفة ونتائجها مميزة لا شك أنها تفوقت على النتائج كل النتائج السابقة وسيطرت على نسبة عالي جدا من المرض وفي قسم أدت إلى الشفاء ولكن في هذه المناسبة لازم أذكر بأنه مشكلتنا الكبرى في الأرض وفي هذه العلاجات أنه لا تزال أسعارها مرتفعة جدا وهذه الأسعار المرتفعة عمالها بتحرم ناس كثير من فرصة إننا نأطيهم العلاج وننشفيهم يعني وأنا أشاهد حالات محزنة ويومية لمريضة مثلا عمرة 30 سنة مفاصلة بيقربه ومش كادر يجيب العلاج طبعا لأنه ولذلك هاي فرصة في هذا الوقت اللي بنحكي فيه عن إعادة تسئير إنه الوزارة الصحة والدولة تنتبه لأنه أسعار الإلاجات البيولوجية مرتفعة جدا إن شاء الله ياخدوها بعين الاعتبار ونوصل صوتنا مخالفة لأسعارها في الدول المجاورة على الكل يعني بمصر بالتركية تقريبا نص السعر أو ربع السعر شكرا كتير دكتور جريس داود لوجودك معنا بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي شكرا